بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثالثة والخمسون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا حياكم الله مبارك حياكم الله رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إبراهيم بن عبد العزيز أبو حامد من الرياض حي السويدي يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول ما صحة هذا الحديث أطلب العلم من المهدي إلى اللحظ لا أعرف أن هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بما أعتقد أنه لفظ يتغدد على ألسنة بعض الناس للحث على طلب العلم ومعنىه صحيح أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على طلب العلم في كل عمره وفي كل حياته لأنه لا يزال بحاجة إلى العلم النافع والتزود من العلم النافع إلى أمكنه ذلك وكان عنده الاستعداد لذلك فهو حث على مواصلة طلب العلم وأن الإنسان لا يتوقف عند حد يظن أنه يكفيه من العلم لأن المسلم دائما بحاجة إلى العلم والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي إذني علما ويقول سبحانه وتعالى وفوق كله علم عليم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا يسأل فضيلتكم عن صحة هذا الحديث الذي يردده كثير من الناس أطلب العلم ولو في الصين هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو أيضا يدور على ألسنة بعض الناس طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة هل هذا حديث وهل هو صحيح؟ نعم طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به ما يحتاجه كل مسلم من أمور دينه مما لا يستقيم دينه إلا به طلب العلم على قسمين منهما هو فرض عين على كل مسلم ومنهما هو فرض كفاية أما النوع الأول وهو فرض العين على كل مسلم فهو ما لا يستقيم دين الإنسان إلا به من عقيدته وصلاته وزكاته وصيامه وحجه فإنه يجب علي أن يتعلم هذه الأصول وهذه الأركان أركان الإسلام يتعلم أحكامها لأنها هي أركان الإسلام هذا واجب على كل مسلم وأما القسم الثاني وهو ما هو فرض كفاية فهو ما زاد عن ذلك من أحكام المعاملات وأحكام الأنكحة وأحكام الجنايات وأحكام الحدود والقصاص إلى غير ذلك من أنواع العلم التي تحتاجها الأمة بمجموعها وقد لا يحتاجها كل فرد بعينه فهذا القسم فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الكم عن الباقيين وإن تركه الجميع عاثم كميعا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيضا يسأل عن صحة هذا الحديث لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقيا هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الحث على مصاحبة أهل الإيمان والحث على مصادقة الأتقيا وأنه ينبغي للمسلم أن يكون جلوسه لأهل التقوى ومخالطته لأهل التقوى يجورهم ويجورونه لأن في ذلك إعانة على أمور دينه ودنيا بخلاف أهل المعاصي وأهل الانحراف في الدين والأخلاق فإنهم يفسدون الإنسان إذا خالطهم أو زارهم أو زاروه أو جالسهم والمرء من جليسه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يعطيك وإما أن تشتري منه وإما أن تجد منه رائحة طيبة ومثل الجليس السوك نافخ الكيف إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خذيث جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها مستمع من سلطنة عمان يقول سين حاري يقول أنا إمام لمسجد إلا أنني لا أحفظ من القرآن الكريم إلا جزئين وحينئذ إذا صليت بالناس التراويح اضطروا للقراءة في المصحف فهذا لكم جائز أو لا جزاكم الله خيرا لا بأس من قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد نجل الحاجة إلى ذلك لأنه تحتاج في صلاة التراويح إلى قراءة القرآن كله أو كثير منه فإذا احتاج إلى المصحف فلا بأس بذلك نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول بني عندنا مسجد ولكنه ضاق بالمصليين والذي تبرع ببناء المسجد في أول مرة تبرع الآن لأن يبني مسجدا يتسع لألف مصلين هل نبني المسجد القديم؟ ثم نبني مسجدا جديدا يتسع لذلكم العدد؟ أو بماذا توجهوننا؟ هذا يكون حسب الحاجة فإذا أمكن توسعة المسجد القديم بحيث يتسع للمصليين فهو أحسن وإن لم يمكن توسعته فإنه يبنى مسجد أوسع منه يكفي حاجة أهل الحارة والمسجد القديم إن احتاج إلى الصلاة فيه يصلى فيه وإن استغني عنه فإنه تراجع فيه الجهة المقتصة وهي جهة المسؤولة عن المساجد أو القاضي الذي في البلد للنظر في شأنه نعم إحدى الأخوات بعثت تسأل تقول ها فدا تسأل وتقول ما حكم التسبيح بالسبحة لا سيما وأنها تساعد على الذكر إن شاء الله تعالى وخاصة في الأذكار العددية مثل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا بأس باستعمال السبحة لضبط عدد التسبيح والذكر ولكن استعمال الأصابع أفضل استعمال الأصابع أفضل من استعمال السبحة لأن الأصابع أعضاء ومستنطقات وفي استعمالها في ذكر الله عز وجل استعمال الله في العبادة أما إذا كان يعتقد السبحة أن فيها فضلا فهذا لا يجوز لأن السبحة ليس فيها فضيلة وإنما يباح استعمالها يعد الذكر وعد التسبيح باب الإباحة وليس فيها فضل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى أخواتنا بعثت برسالة ورمزت لسمها بالحروف فضاعين تسأل وتقول ما حكم وضع الوصلة لتغطية جزء من الشعر وليس للشعر كله علما بأن شعري به مرض في فروة الرأس جزاكم الله خيرا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر والمستوصلة هي التي تطلب ذلك وتأمر غيرها بأن يصل شعرها فالحاصل أن هذا لا يجوز وهو كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته وإذا كان الشعر فيه آفة وفيه مرض فإنه يعالج بالدواء النافع الذي يزيل الله به ذلك الأثر وذلك المرض يعالج بغير الوصل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من الجزائر رسالة بعث بها المستمع حبيبي مبروك بن صالح بعث يسأل ويقول كنت أصلي صلاة العشاق وفجأة أصبت بدوار شديد كنت أفقد معه الوعي فأبطلت صلاتي واسترحت وبعد أن زال الدواء قمت فاعدت الصلاة دون إعادة الوضوء فهل تصد في هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا إذا كان هذا الدواء قدت الشعور وقدت العقل فإنه لا بد من إعادة الوضوء ينزوال العقل من نواقذ الوضوء أما إذا كان معك شعورك وإحساسك ولكن أحسست بدوخة وأنت تصلي فهذا لا يبطل الوضوء لوجود شعورك وإحساسك ولكن قطعك الصلاة لا يجوز إذا أحسست بالدواء أو الدواء وأنت قائم فإنك تجلس تصلي وأنت جالس تكمل الصلاة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذن بماذا تنصحون وقد حصل ما حصل شيخ صالح؟ كماذا كان إذا كان زال شعوره وإدراكه فإنه يعيد الصلاة لأنه صلاها بغير وضوء صلاها بوضوء منتقض أما إذا كان قد بقي شعوره صلاته صحيحة لكنه يذكر أنه أعاد الصلاة أعاد الصلاة إذا كان شعوره باقيا وقت الدواء صلاته صحيحة أما إذا كان أعاد الصلاة بناء على الوضوء السابق وقد جال شعوره وإدراكه بالدوران فإن صلاته غير صحيحة لأنه صلاها بغير وضوء عليه إعادتها جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع سوداني رمز إلى اسمه بالحروف حاعين ألف يقول إنني متزوج ولدي أبناء وزوجتي تسكن مع أهلها أرسل لهم المصاريب ومن بين ذلك قيمة الأضحية وأقول اذبحوا لكم أضحية خاصة لكن البيت كله يكتفي بأضحية واحدة فما هو توجيهكم يحفظكم الله لا بأس بذلك إذا اقتصر أهل البيت على أضحية واحدة فلا بأس بذلك وتكون لمن نؤيت له الأضحية تكون لمن نؤيت له الأضحية فإن نؤيت عن أهل البيت كلهم أي أجزاء عنه وإن نؤيت لبعضهم فإنها حسب النية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إذا نووها عن البيت كلهم وذبحوها إنها تكفي أضحية واحدة نعم وإن ذبحوا أكثر منها فلا بأس بذلك ولكن الأولى عدم الاكثار من الأضاحي الأولى عدم الاكثار من الأضاحي نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم البيت يتكون من أسرتين أسرته وأسرة أنساب الشيخ صالح إذا نووها عنه جميع فلا بس ولا أكثر من أسرته ما شاء الله إذا نووها عنه جميع فلا بأس بذلك جزاكم الله خيرا قلتم يحفظكم الله إن الاكثار من الأضاحي فيه مقالة أو لكم مقالة حول هذا الموضوع لعل الناس قد غفلوا عن هذا الموضوع بل وصل حالهم إلى المبالغة في الأضاحي الشيخ صالح لا ينبغي المبالغة في الأضاحي لأنه يحصل المقصود وإقامة الشعار بأضحية واحدة في البيت وإحياء السنة بذلك أما كثرة الأضاحي في بيت واحد من غير السبب فإن هذا خلاف الأولى وكان الصحابة رضي الله عنهم يضحون الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته وحتى لما طال الزمان كما يقول بعض الصحابة تباهى الناس في الأضاحي فكثرة الأضاحي ليس مرغبا فيها في بيت واحد جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول أسكن مع مجموعة هنا وحيث أنهم لا يتكلمون بالنميمة وتجمعهم دائما على خير فإني أخشى أن يقعوا في غير ذلك وحينئذ نستشيركم كيف أوجههم فيما لو حصل ذلك لا سمح الله جزاكم الله خيرا ما دعموا أنهم لا يقعون في النميمة نعم ومجلسهم مجلس خير فما الذي تخشاه عليهم يقول أخشى أن يقعوا في ذلك ما دعم لم يقع منهم شيء وهم مشتغلون بالخير الحمد لله وأحسن الظن بهم طيب أما إذا رأيت عليهم ملاحظة فحينئذ تنهاهم عن ما يقعون فيه من الخلق جزاكم الله خيرا في بلدي وفي منطقة بالتحديد وعندما يتوفى بعض الناس في القرية يقولون إن روح فلان خرج ليلا وحضر إلى القرية وهو يصيح ويذهبون إلى بعض الشيوخ ويكتبون لهم لوحة ويذهبون باللوحة إلى قبل المتوفى ويضعونه فيه وبعد ذلك ينتهي هذا الموضوع فضيلة الشير هل هذا صحيح أم مجرد اعتقاد وخيال أفيدوني جزاكم الله خيرا هذا غير صحيح هو من الخرافات التي يروجها هؤلاء المخرفون وهؤلاء الذين يكتبون هذه الكتابات من أجل ابتزاز أموال الناس والتشويش على عقائدهم الواجب ترك هذا العمل وينكاره العموات يدعى لهم إذا كانوا مسلمين ويستغفر لهم تصدق عنهم هذا الذي ينفعهم وهذا الذي وردت به الأدلة أما هذا العمل الذي ذكره السائل فإنه من البدع والخرافات التي تفسد عقائد الناس ولا تنبع الأموات ولا الأحياء جزاكم الله خيرا وأحصن إليكم من الرياض إحدى أخواتنا بعثت وتقول أختكم في الله وميم ألف تسأل جمعا من الأسئلة في أحدها تقول هل لمصل العيد أو مصل المرافق التعليمية كالمدرسة أو الجامعة سنة ركعتين تحية المسجد أمان ذلك في المسجد فقط جزاكم الله خيرا تحية المسجد تختص بالمسجد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أما مصل العيد أو المصليات التي تجعل في المدارس أو في البيوت للنساء فهذه لا تأخذ أحكام المساجد ولا يشرع لها صلاة ركعتين لكن من أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فيها فلا بس النفل المطلق لا بس أما أن لها تحية الدخول صلاة ركعتين كالمسجد فليس العمو كذلك جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل يجوز اشتراك أكثر من شخص واحد في كفالة يتيم واحد وهل تلك الكفالة شروع لا بس باشتراك أكثر من شخص في كفالة يتيم واحد ما دام أن هذا اليتيم يحتاج فإنه يقام بكفالته ولو من عدة أشخاص أما إذا كان هذا اليتيم قد استغنى بكفالة شخص واحد فإن الذي يريد كفالة أيتام يذهب إلى آخرين ويكفلهم يحصل بذلك الخير ويحصل كفالة عدة أيتام جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شخص عمل عملا وهو لا يزال في سن ما قبل البلوغ لا يفلق بين الحلال والحرام وذلك العمل يوجب عقوبة وبعد بلوغه وتبييزه الحلال من الحرام تاب إلى الله واستغفر الله عندما أدرك فعله ذلك وكلما تذكر ذلك العمل ندم وتحسر على فعله فهل توبته تلك مقبولة في تلكم السن جزاكم الله خيرا نعم التوبة مقبولة إذا توفرت شروطها قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن الشيئات ومن تاب تاب الله عليه فعليك بتوبة الصحيحة والابتعاد عن الذنوب والمعاصي ولا تضرك إن شاء الله لأن الله يعفو عنها ويتجاوز عنها إذا توبت منها توبة صحيحة وابتعدت عنها وعن أمثالها وعن جميع المعاصي نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع يقول أخوكم في الله محمد مطيع الإسلام بن علي أحمد يسأل ويقول لقد ورد في سنن أبي دارود حديث مروي عن أم ورقة بنت نوفل أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها وجعل لها مؤزنا يؤزن لها وأمرها أنت أم أهل دارها سؤالي ما مدى صحة هذا الحديث وهل تصحه إمامة المرأة جزاكم الله خيرا نعم الحديث قوي وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف عند أهل العلم ويجوج للمرأة أنت أم النساء يجوج للمرأة أنت أم النساء وتقه في صفهن أما الرجال فلا يجوج للمرأة أنت أمهم نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إحدى أخواتنا بعثت تسأل وتقول السائلة أم أمجاد أم أمجاد تقول أنا علي قضاء صيام رمضان وعدد الأيام 33 يوما 10 أيام لهن 7 سنوات والباقي لهن 3 سنوات كيف أقضي هذه الأيام وهل هناك صدقة عليه كيف أدفع تلك الصدقة علما بأنني قد صنت بحمد الله جميع تلك الأيام نعم كيفية السيام أن تصوم أيام الشهر الأول من رمضان ثم تصوم الأيام التي من رمضان من الشنها التي بعده وهكذا تصومين عن رمضان الأول الأيام التي أفطرتها منه ثم تصومين الأيام التي من رمضان الذي بعده وهكذا وإذا كان مضى على هذه الأيام رمضانات ولم تقضيها فإنه يجب عليك مع القلاء أطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير إلا إذا كان آل التأخير لعذر شرعي ولا حرج في ذلك ويكفي القضاء هل تدوذ الصدق على شاب له زوجتان وله راتب ولكن عليه دين وهل يدوذ عمل وليمة وآزمهم عليها وهل يدوذ لأن آكل من هذه الوليمة وما هو نوع هذه الوليمة ولعل أختنا شيخ صالح تقصد بهذا السؤال ما تفضلتم به من كفارة عن تأخير قضاء رمضان جزاكم الله خيرا كفارة رمضان التي هي طعام مسكين عن كل يوم الأولى والآصم فيها أن تخرج طعاما يدفع للهقراء يتصلفون فيه ولو أنها عملت طعاما وجمعت عددا من الهقراء يأكلونه بعدد الأيام إذا كان عليها مثلا عشرة أيام تريد أن تكفر عن تأخيرها وصنعت طعاما يكفي عشرة أفراد من الفقراء وجمعتهم وأكلوا فلا بس بذلك أو دفعت طعاما مطبوخا لأهل بيت لعددهم فلا بس بذلك نجزئ الطعام المطبوخ على الصحيح من قول العلماء لو غد المساكين أو عشاهم عن الإطعام الواجب في ذمته أجزاء ذلك على الصحيح إن شاء الله لأنه حصل الإطعام الذي أمر الله تعالى به جزاكم الله خير وأحسن إليكم شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء شكرا لشيخ صالح وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته